مرحبا مواليد برشال العرب كيف بده يكون الأسبوع الأول من شهر حزيران يونيو قبل ما أبدأ بالتوقعات الأسبوعية حاب بيقلكم أن توقعات شهر حزيران يونيو صارت موجودة على الفيديو بتلاقوا الرابط في الوصف لهذا الفيديو البداية مع الأسبوع الأول من شهر حزيران يونيو يعني من الثانين واحد للأحد سبع حزيران يونيو في عنا حدث فلكي مهم جدا هو اكتمال الأمر في بيت المال بالنسبة للكون يوم الجمعة تحديدا الساعة سبعة وربع المساء توقيت العالم يعني عشرة وربع المساء توقيت بيروت مش بس في اكتمال الأمر فلمون لكن أيضا في عنا خصوف للأمر في بيت المال فبدوا ينتبه مولوب شو العقرب في هذا الأسبوع على كلين دايما بكل أسبوع برجع بكرر أنه في يومين حلوين وفي يومين منن هالقدي ممتازين كل أسبوع هيك تقريبا بالأبراج الأسبوعي الشهري عفوا بالتوقعات الشهري بعطيكم نظرة عامة عن كل الشهر وبعطيكم الأيام من فرد مرة الأحلى والأكثر تعبا الثانين والثالثة مثلا بهذا الأسبوع هني اليومين الأضعف بالنسبة لألكن كل يوم الثانين ويوم الثالثة حتى الساعة سبعة وسبعة دقائية المساء توقيت بيروت الصيفي كل شي والأمر موجود ببرش الميزان الفترة ضعيفة قليلة ألحظ لألكن فكونوا جدا حذرين هذه الفترة بتخيب الأمل وبتخلي مولود برش العقرب ومولود برش العقرب يكونوا يأما زعلنين يأما عطلانين هام يأما ما طالع بإيدهم شغل ما طالع بإيدهم جواب وما طالع بإيدهم حل لأي مشكل أو أية أزل وهي فترة من المستحسن ما تاخدوا فيها قرارات لازم تنظروا ليوصل الأمر لبرشكون الثالثة ساعة سبعة وسبعة المساء توقيت بيروت الصيفي يعني أربعة وسبعة توقيت العالمي بعد الظهر بس لما يوصل الأمر لبرشكون يوم الثالثة وبيبقى ليوم الخميس الساعة تمانية وتلت المساء توقيت بيروت الصيفي تقريبا حوالي تسعة وأربعين ساعة من أفضل الفترات وأكثرها حصا فرق مية وتمانين درجة بين التنين وتلتة والأربعة والخميس مية وتمانين درجة تقريبا الأمر يلي بتشتغله عليه بيصير وبيتم وبصح هاي الفترة يلي لازم تحطوا فيها تقلكن هاي الفترة يلي لازم تقوحها لكم وهي الفترة يلي بتعطيكم حقكم هاي الفترة يلي بتاخدوا فيها جواب هاي الفترة يلي بتنحسن فيها الأمور هاي الفترة يلي بتسمعوا فيها بيوصل الإيميل بيوصل الجواب كل الأمور عم تشتغلوا عليها مفروض أن تتحقق بهذه الفترة هي كمانا طايلة صفحة من الماضي الماضي البعيد الماضي القريب وبدء وانطلاق بصفحة جديدة الخميس المساء بنتقل الأمر لبرش القوس بيبقى ببرش القوس حتى السبت الساعة 11 إلى ربع المساء توقيت بيروت فترة وجود الأمر ببرش القوس ما لنا فترة سلبية لكن هي اكتمال للأمر فلمون وهي خصوف للأمر منشان هيك برجع بذكركم وبيقلكم أنه انتبهوا على أموالكم انتبهوا على الأشخاص اللي بيحاولوا ياخدوا منكن مش بالضرورة مال يلي بياخدوا منكن معلومات خبرة ووقت بياخدوا منكن عواطف ومشاعر بدكن تنتبهوا لأنه في خصوف للأمر المصاري المصاريف الاهتمامات اللي حابين تهتموا انتو بغيركن بحالكن أوكي عالراس والعين لكن عملولا حساب وحسابين في احتمال انكن يدخل عليكن مال ومصاري لكن دققوا بالتفاصيل مش لأنه قمر مكتمل لا لأنه قمر مخصوف السبت الساعة 11 إلى ربع المساء توقيت بيروت بينتقل الأمر لبرش الشدي وبيبقى كل يوم الأحد أيضا ببرش الشدي فترة كتير مهمة لأنه بتسمح لموالي برش العقرب يكونوا الأقوى الأسكى الأنجح والأسرع فترة أنا بعتبرها مهمة جدا للتواصل مع الأشخاص يلي حابين تتواصلوا معهم ويلي حابين انكن تفسروا الأمور وتوضحوا الأمور معهم تستوضحوها 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 أوكي فبجميع الأحوال موالي برش العقرب بداية الأسبوع بطيقة تتحسن ابتداء من تلاتة المساء بتبلشوا تطلوع تلوع تلوع نجم كون كتير قوي بهيدا الأسبوع ابتداء من لحظة وصول أمر لبرش كون كونوا حذرين تنين و تلاتة بشكل خاص مواليد 31 أكتوبر و 1 نوفمبر تشرين التاني انتو الأضعف بين جميع موالي وش العرب الأنشط اللي ما بيهدى مواليد 27 أكتوبر حتى 9 نوفمبر الأقوى و الأنشط بسبب تأثيرات كوكب عطارد و كوكب المريخ بدي تمنى لكم أسبوع ناجح جدا و رح بيكون ناجح جدا انتبهوا بس من الأمر لما بيكون ببرش الميزان و ادعكن باي باي